أطلقت محافظة دير الزور بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في المحافظة وفرع المؤسسة السورية للتجارة سوق رمضان الخيري حيث سيطرح فيه البضائع والسلع التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان وبأسعار أقل من الأسواق المحلية معظم البضائع المطروحة حاليا هي للمواد الغذائية والاستهلاكية على أن يتم خلال النصف الثاني من شهر رمضان طرح الملابس والأحذية استعدادا لعيد الفطر هذا السوق يحتوي منتجات خاصة أو بشكل عام فيها منتجات يحتاجها المنزل في خلال شهر رمضان تقريبا المهرجان يضم كافة احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان مشاركة المؤسسة السورية للتجارة تأتي في سياق الدور الذي يقع على عاتقها بتحقيق توازن الأسعار في الأسواق من خلال المشاركة بجناح واسع يضم سلعا أساسية ومواد تموينية إضافة إلى الأجهزة والأدوات الكهربائية بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين بينما ستقدم غرفة الصناعة والتجارة مئات السلات المجانية للأسر الأشد احتياجا وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية شاركة سوريا للتجارة بسوق رمضان الخيري بجناح واسع حيث يضم هذا الجناح مجموعة من المواد الأساسية المواد الغذائية الأساسية التي تخص المواطن والمواد المعروضة بأسعار منافسة للسوق وبنوعيات جيدة نسعى لخفض الأسعار والحمد لله توفر بعض المواد الغذائية معظم المواد الغذائية واللحوم والفروي السوق الذي أصبح تقليدا سنويا تقيمه المحافظة قبيل شهر رمضان بهدف تأمين احتياجات الأسر من المواد والسلع بأسعار منخفضة إضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية وفنية وسهرات رمضانية طوال شهر رمضان